لحدنا لم نسمع تهديداً لم نسمع بيان تهديد لحدنا الماكو يعني كمراقبين لم نسمع أن هناك بيان تهديد من هذا الفصيل أو من ذاك الفصيل ما نسمعه هو فقط بيانات استنكار لوجود هذه السفيرة جديدة لدخولها لتدخلها مبكراً في السياسة العراقية هذا هو بيانات استنكار ليس إلا الفصائل المسلحة بجميع تفاصيلها بجميع مفاصيلها تنتظر الإجراءات الحكومية التي تقوم بها حكومة السيد السوداني بالتنسيق مع الأمريكان هناك تقدم كبير بهذه المباحثات باتجاه إخراج القوات الأمريكية من العراق نهائياً طيب تصريحات السفيرة الأمريكية الجديدة تريزي جوكوبسون قلبت موازين القوى وربما أكدت قرب واشنطن شنهجمات على الفصائل هل المرة المقبلة هي مرحلة تقليص نفوذ لهذه الفصائل؟ طبعاً على لسان السفيرة الأمريكية هذا الكلام نعم 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 صحيح سمعناه أول مرة أن نسأل هل من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تصحيح في المنطقة وتحديداً في العراق؟ اليوم الولايات المتحدة لديها مشكلة أولاً في أوكرانيا مشكلة ثانية في غزة مشكلة ثالثة الانتخابات الأمريكية اليوم على الأبواب وجون بايدن غرقان الرجل إلى هامتك فبالتالي لا يوجد منطق أنه ثلاث جبهات مفتوحة لدى بايدن ويفتح الجبهة الرابعة في العراق والتصدي وضرب المعسكرات الحجر الشعبي والفصائل الأخرى فبالتالي أعتقد أن التصعيد في المنطقة غير وارد اليوم نفس الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتهديئة في المنطقة تضغط حتى على إسرائيل في ضرورة الانسحاب من كل مناطق غزة وغيرها المناطق المحتلة من قبل الكيان الإسرائيلي وتعتقد أنه ضرورة التهديئة وضرورة عقد حوار جدي وهناك فعلا رسال أرسلت من قبل عمان ومن قبل البحرين إلى إيران وإلى كل أطراف المنطقة بضرورة الجلوس والحوار والتهديئة في المنطقة عموما